بين عشية وضحاها انقلبت موازين الصراع في جنوب اليمن لصالح القوات الموالية للشرحية ومع انهيار القوات الانفصالية في عدن وأبيل وشوى سارعت الإمارات بالتدخل لنجدتهم عبر قصف جوي لماذا هذا الذي يحدث وما الذي يحدث أصلا وما موقع سعودية منه هذه بعض أسئلة سنترحها على طاولة الخبر بقية فكونوا معنا اهلا بكم بعد ان كانت قوات الشرعية اليمنية على اعتاب استعادة السيطرة على العدن ومقاتلو المجلس الانتقالي يتكبدون الهزيمة تلوى الاخرى في زنجبار وأبيان وشبوى تدخلت أبوظبي لقلب موازين المعارك وقصفت مقاتلاتها قوات الشرعية على تخوم مدينة عدن فيما بدى أنها انتفاعة إماراتية لاستدراك خسائر الانفصاليين في الأيام الماضية هذا التحول السريع في مسارات المعارك يقابله غبوظ متزايد وشكوك متعظمة بشأن موقف الرياض من كل ما يجري وهنا نتساءل عن دلالات هذا التصعيد الإماراتي وعن حقيقة الموقف السعودي من هذه التطورات المفاجئة وخيارات الشرعية التي يحال بينها وبين استعادة سلطة قرارها في الجنوب في الجنوب اليمني يلتبس الحد الفاصل بين الهزيمة والنصرة ويظهر حد التناقض بين الحليف والخصم أيضا فما كذا يمكن لقوات الشرعية من جديد حتى أنجد قصف إماراتي القوات المجلس الانتقالي المتداعية على تخوم عدن والجيش اليمني القتيل بحمم غارات أحد شركاء التحالف يقول يمنيون إنه هوجم والرياض ناظرة تراقب أجواء هي المستأمنة عليها صمت المملكة لا يعني بالنسبة لهؤلاء إلا التواطئ وتدبير المكيدة فكلما خيضت معركة تكشفت بعض من خبايا النوانيا فيما أبو طب مندفعة لعمل المنقلبين دون حرج في ظن بعض اليمنيين أجازت المملكة للشرعية رد الانفصاليين في شبوى لأن لها هناك مطمعا ونفوذ ومنعت عنها انتزاع ما سلب منها في عدن لأن لها هناك أيضا حسابات وتسويات وينتهي القائلون بهذا الطرح إلا أن قسمة السيطرة على عدن أو حتى تغلب الانفصاليين فيها مخرج سالك ستساق معه الشرعية مكرهة إلى طاولات تفاوض نوذي إليها في الرياض واستحيل معه المجلس الانتقالي طرفا يحاور ويشاور وقد صار الميل للتفاوض رغبة أمريكية صريحة لكن الوقائعة تظل حائرة لها أكثر من تفسير والأسئلة معلقة باحثة عن أجوبة فهناك أيضا ظن يستقر بأمن الرياضة وأبو طبي قد افترقت طرقهما لكل مشروع وغاية فاختارت الإمارات أن تقدم أطماعها غير عابئة بتحالف هش تملأه الشروخ من كل صوب واندفعت دون قيد تقصف ولا توارعونها للمنقلبين وقد صارت خصيما للشرعية في الجنوب أما الشرعية رغم خطابها المحتد ضد أبو طبي صانعة الانقلاب ورغم وعيدها بطلب تدخل دولي فقد عادت من جديد لتحشر في زاوية ضيقة مكبلة بحسابات الهيمنة تائهة بين شواغل التفاهمات لا تملك إلا أن تنظف معركة صارت لها معركة وجود وينضم إلينا من نيويورك أحمد الصالح مدير مركز عدن للدراسات والعلاقات الدولية ومن الكويت الدكتور فهد المجراد أستاذ العلاقات الدولية وينضم إلينا عبر الهاتف مختار الرحبي وكيل وزارة الإعلام اليمني أهلا بكم ضيوف الكرام وأبدأ معك سيد أحمد الصالح في نيويورك هل لديك لتفسير لما حدث ويحدث أصلا حاليا في الساعات الأربع والعشرين الماضية أمس تنهار قوات الحزام الأمني واليوم تسرع الإمارات للتدخل بطائراتها الحربية وتقصف جويا القوات الموالية للحكومة؟ في البداية مساء الخير وشكرا جزيلا على الاستضافة في الحقيقة أنه ما حصل بالأمس أنه هناك حصل انتصار وهمي في وسائل الإعلام ولدى بعض المغردين بأنهم سيطروا على ثلاث محافظات في غمضة عين أبيان وعدن ولحج ولكن في الحقيقة لم يكن هناك شيء من هذا الأمر على الإطلاق تقدمت بعض فلول من قواتهم في محافظة أبيان وحركوا بعض الخلايا من داخل العاصمة عدن في أطرافها في خور مكسر وبالقرب المطار ثم اختفوا في لحظات بعد أن بسطت القوات الجنوبية سيطرتها يوم أمس على كافة الأراضي في العاصمة عدن اسمح لي بالمقاطعة هنا سيد الصالح إذا كانت تلك الأخبار غير صحيحة وهي بالمناسبة أخبار موثقة بصور لماذا تسارع الإمارات الآن إلى التدخل العسكري المباشر لنجذة قوات الحزام الأمن دعيني أكمل لو تكرمتي وعطيني وقت حتى أشرح هذه النقطة القصة مثل ما أقول لك لم يكن هناك انتصارات حقيقية كانت انتصارات وهمية على وسائل الإعلام وإلا لو كانت حقيقة كيف خرجوا من عدن القصف الذي حصل أولا نحن نريد أن نؤكد بأن التحالف هو كله لا يتجزى لا يوجد طيران سعودي أو طيران إماراتي غرفة العمليات للطيران وتحديد الأهداف هي غرفة عمليات مشتركة في الرياض وتدار من هناك ولا يوجد هناك طيران سعودي أو إماراتي يوجد طيران للتحالف هو من يحدد الأهداف وهو من يستهدفها وبالتالي لا نستطيع أن نقول بها أن دولة تتحمل مسؤولية هنا هناك لكن سيد صالح هذا يعارض بطلته حكومة هذه وهي أكدت تعرض قواتها لقصف إماراتي هي قالت أنها اشتكت الإمارات إلى مجلس الأمن هي تقول ما تريد هي تقول ما تريد لأنها لا تستطيع أن تقول بأن التحالف استهدفها لا تملك الجرأة ولا القوة ولا تستطيع أن تقول ذلك على الإطلاق لكن دعيني أقول لك ما حصل التحالف منذ اندلاء هذه الأزمة يستهدف كل يوم منذ أن طلقت هذه الأزمة انخرطت مجموعات القاعدة وداعش ضمن مجموعات وجماعات مسلحة تتبع للشرعية وبالتالي صارت محافي نفس الخندق منذ أول يوم لهذه المعارك كان طيران التحالف يضرب كل يوم ضرب في شبو عدة مرات وضرب في أبيان وضرب في عدن وضرب في لحج وضربت اليوم أيضا تم استهداف منها جماعات متطرفة تتبع داعش والقاعدة انخرط بعض جماعات الحكومة الشرعية تحت مضلة هذه القوات وبالتالي يجب عليهم أن يتحملوا المسؤولية نحن نحارب الإرهاب وحارف حارب الإرهاب ومجتمع الدولي يرفض الإرهاب مهما كان يقرأ لو كانت معركة الإمارات مع المتطرفين لما اتخذت حكومة هذه هذا الموقف من الإمارات القصف جاء على قوات الموالية للشرعية وليس على المتطرفين على الإطلاق قوات الشرعية كانت تحتك وتختلط بجماعات متطرفة وإرهابية وبالتالي حصل القصف على هذه الجماعات إن وجد بعض الجنود تابعين لشرعية ضمن هؤلاء فيجب عليهم أن يتحملوا المسؤولية هذه حارب لا هوادة فيها ضد الإرهاب والتطرف وكان الخطاب الأمريكي يوم أمس واضح وخطاب الأمم المتحدة أيضا واضح ما حصل أيضا ليجب أن يؤكد على بأن القوات ليس أنت أو أبوظبي الجهة المخولة لتحديد هوية الشرعية وشرعية تقول الآن أن قواتها الموالية لها والتي تكون تحت سيطرتها هي القوات التي تعرضت للقصف الإماراتي وهي القوات المعترف بها دوليا بغض النظر عما إذا قلت إذا كان هناك تغلغل لقوات معينة في جانب القوات الشرعية وأصلا كل ذلك هل يبرر استئصالهم وأيضا كل هذه الحرب المدمرة هناك كما تقول وزارة الدفاع 300 قتيل وجريح في القصف على زنزبار الآن وعدد الغارات الإماراتية وصلت إلى عشرة يا سيدتي العزيزة تقول الشرعية ما تريد الإرهاب لا يتجزأ إن استخدمت الشرعية جماعات متطرفة وإرهابية يجب عليها أن تتحمل المسؤولية ولا يجوز لها استخدام هذه الجماعات نحن في حرب مفتوحة مع هذه الجماعات وقدمنا تضحيات كبيرة جدا هل هذا هو سبب الإمارات حاليا في اليمن سيد الصالح ليست المشكلة بالإمارات التحالف كله لا يتجزأ والطيران طيران التحالف والأعداء هم الإرهابيين ثم القوات الشرعية نقضت الهدنة ووقف إطلاق النار وهاجمت بينما هناك اتفاق بين الأشقاء في التحالف وبين الأطراف المتنازعة بمجلس الانتقالي والشرعية على هدنة وإيقاف إطلاق النار وهؤلاء نقضوها وبالتالي يجب عليهم أن يتحملوا المسؤولية الحرب ليست لعبة ولا يستطيعون أن يطلقون المسميات التي يريدون هذه حرب وثم عندما يهاجمون المدنيين في عدن ويطلقون صواريخ والدبابات ويأتون بالجنود من الجبهات التي كان يفترض بها أن تقاتل الحوثي وتركوا جبهات الحوثي ليحاربهم في عدن هذه مهزلة غير مقبولة ولن يقبلها شعبنا شعب الجنوب تعني أنقض هذا الكلام سيد الصالح السيد مكتار الرحبي وكيل وزير الإعلام اليمني الذي يحدثنا من الرياض سأطلب منك قبل كل شيء ردا على ما سمعته تفضل أولا هذه أكاذيب يسوقها أحمد الصالح وإفطوان مشروقة أنهم يحاربون الإرهاب وأنهم يحاربون الجماعات الإرهابية هذه الشماعة رفعتها قبلهم ميليشيات الحوثي في الشمال حينما قالوا أنهم يحاربون داعش والقاعدة والتكثيريين الشعب اليمني لم تعد تنطلي عليه هذه الأكاذيب وهذه الشعارات التي ترفعها سواء دولة الإمارات أو المرتزقة التابعين لليمني ما حدث اليوم هي مجلرة بقيمة من معنى تم ارتكابها بحق أبطال الجيش اليمني التابع للدولة الذي جاءت تحالف من أجل نصرة هذه الدولة اليوم وزارة الدفاع وأيضا وزارة الخارجية ورئاسة هيئة الأركان أكدت أن القف الذي وصل عدده 11 غارة غادرة جبانة من قبل طيران الإمارات استهدف الجيش اليمني بالتالي هذه الأكاذيب التي يخجل المر منها والتي يحاولون تسويقها أنها لم تكن من قبل طيران الإمارات الجميع يعرف أن عدن هي بيد دولة الإمارات العربية المتحدة مذنو تم تحريرها وتم تسجيمها لميليشيات متطرفة عنصرية قروية معروف أماكنها وهي من مناطق محددة من الجلوب الغالي ما حاجث بالأمس أن قوات الشرعية استطاعت أن تدخل مدينة عدن وتم تحرير أجزاء كبيرة منها وتم توثيق ذلك بالصوت والصورة وليس فقط عبر البيانات وعبر الأخبار التي يتم نشرها لكن تم توثيق ذلك بالصوت والصورة كان هناك أيضا قوات متواجدة على مدخل مدينة عدن وتم الطلب منها أن لا يتم الدخول إلى مدينة عدن لكي يتم إتاحة المجال أمام التحالف العربي من أجل أن لا يتم تجمير مدينة عدن وبالأمس وزير الداخلية أعلن بيانا أنه لا يتم الاقتراب من منازل قيادة الإنقلاب ومن منازل قيادة المرتزقة التابعة للإمارات وما حصل اليوم بعد أن تم قصف الجيش الوطني تم اقتحام المنازل تم تصفية جرحة في مستشفيات مدينة عدن حتى هذه اللحظة التي أتحدث بها معك الآن تم اقتحام أحياء وتم اختطاق عشرات من أنصار الشرعية في مدينة عدن وهم الآن مغيبين لا نعرف في سجون الإمارات السرية التي هي منتشرة في مدينة عدن وغيرها سيد الرحمن هل ما تقوله الآن يعني انقلاب وظيفة الإمارات من دولة ناصر الشرعية إلى دولة غزو واحتلال بكل تأكيد أن دولة الإمارات منذ دعمت هذا الانقلاب المسلح في 1 أغسطس هي أصبحت دولة مرتدية على السيادة الوطنية وأصبحت دولة مارقة من التحالف العربي كانت هناك إجراءات سيتم اتخاذها ضد هذه الدولة ولكن التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية أكد لليمن وللحكومة اليمنية أنه سيتم إنهاء كل هذا العباد هو بالفعل لماذا تأزيل سيد الرحلي لماذا سيتم إنهاء كل ذلك فيما بعد لماذا ليس الآن هو تم بالفعل تم طرده من محافظة شبوى وأبيان ووصلنا إلى عمق مدينة عدم ولكن حينما أحست الإمارات أنها تتفقد المليارات التي دفعتها لهذه الميليشيات ولهذه العصابات المسلحة وحينما أحست أن مشروعها التدميري في اليمن ومشروع التقذيم ومشروع الانتصال سينتهي قامت بدعمهم وبقصف الجيش اليمني إذا كانوا فعلا متواجدين في الميدان لماذا لم نرهم في الميدان بل استعانوا بطيران المعادن أنا أريد أن أوصل فكرة للمشاهدين الكرام أن اليمن وأن المعركة التي تخوبها الحكومة الشرعية لن تنتهي اليوم ولم تنتهي اليوم بالأكس الحكومة موجودة الجيش موجود وسيتم تفعيل القضية عبر مجلس الأمن الدولي سيتم تقديم شكاوى إلى مجلس الأمن الدولي وسيتم رفع ملفات جاهزة لماذا لم تتحرك أصلا في هذا الاتجاه سيد الرحدي عندما صدر التقارير في هذا الشأن من قبل الأمم المتحدة عن ضلوع الإمارات بجرائم معينة في جنوب اليمن كانت الحكومة حريصة على التحالف وإنجازة المهمة التي دخل من أجلها وهي معاربة الحوضيين لكن الأسف الشديد أن الإمارات انقلبت على أهدف التحالف هناك ملفات جاهزة لكل الضباط الذين اشترطوا في عمليات الانتهاكات الذين أشرفوا على استيديونا السرية الذين أشرفوا على الإغتيالات الذين قاموا بالانتهاكات لحقوق الإنسان في مدينة عدن وفي المكلة وفي كافة المناطق سيتم تقديمها لمحكمة الجناس الدولية وسيتم يعني بعد أن يتم تقديم هذه الملفات سيتم ملاحقة كل القيادات العسكرية العليا والصغرى وكل من أشرف وملاحقتهم كمجرمي حر ارتكبوا جرائم رضي أشعب اليمني واخترقوا السيادة سيد الرحبي في خبر ورد قبل قليل الحكومة اليمنية تطالب السعودية بالوقوف بجدية إلى جانب الحكومة السرعية ألا نلمس هنا تشكيكا بجدية الموقف السعودي من قبل أو الاتجاه الحكومة الموالية أو الحكومة السرعية تحالفنا مع المملكة العربية السعودية تحالف وثيق ونحن نثق بالمملكة العربية السعودية ونعرف أنها في موقف نحرج تجاه ما قامت بالإمارات ونحن ما نزال حتى هذه اللحظة نثق ثقة كبيرة بالمملكة العربية السعودية أنها تتكت مع الدولة ومع الحكومة لأنها لو لم تتكت مع الحكومة ومع الدولة فإن هذا سيتناقض مع مشروعية تواجدهم في اليمن علاقتنا مع المملكة علاقة قوية وعلاقة وسيطة ونفق فيهم أنهم سيقفون معنا وأنهم سيتم الرجل بكسوة على ما قامت به دولة الإمارات من قصف غادر ويبان راح ضحية عشرات الشهداء والجرحى من أبناء الجيش الوطني سيد فهد الميجراد من الكويت كيف تفسر هذه العطافة من موقف الإمارات من دعم القوة الانفصالية في جنوب اليمن إلى المشاركة مباشرة في قصف القوات الموالية للشرعية هناك نعم نحن أولا نتمنى عودة السلام وأيضا أن يعود اليمن سعيدا وليس شقيا أمانة ولكن هناك خلط للأوراق أوراق أصبحت مبعثرة وغير مرتبة في الوضع اليمني وخصوصا في الجنوب أنا أعتقد أن المنظمة الدولية قد أخلت في واجبها الأمني تجاه اليمن هناك سكوت من المنظمة الدولية هناك عدم تدخل مباشر من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن هناك من يريد أن يبقى اليمن ممزقا مشتتا يدفع ضريبته الشيوخ والأطفال للأسف الشديد ولكن نحن نقول أن يجب أن يكون هناك طاولة المفاوضات لا حل في اليمن إلا الجلوس على الطاولة المستديرة لمناقشة الوضع الأمني الخطير الذي سوف يلد حروبا أخرى يعني نحن أمام حرب تلد حرب أخرى في السابق كان ميناء الحديدة المنظمة الدولية تدخلت نوعا ما هناك هدوء في ميناء الحديدة في اليمن الشمالي وبالتالي أصبح هناك تركيز على اليمن الجنوبي وهناك تدخلات منظمات حزبية منها ما هو خفي وإجنداتها خفية وأيضا هناك عدم التزام بالشرعية التي انطلقت لتخاطب المنظمة الدولية لأنه نحن نحن أمام الحزاب بما في الحوثي الحوثي أيضا حزب سياسي عن الاتهامات التي وردت على ألسون مصادر حكومية يمينية يمنية عفوا لسعودية بأنها نسقت مع أبو ظبي في توجيه الضربات التي شنتها الطائرات الإماراتية على الجنوب مضى على حرب اليمن أكثر من خمس سنوات وحتى هذه اللحظة لم يكن للمنظمة الدولية أي دور مهم ومحوري ومفصلي تجاه يمن أسألك تيد بهد المكتاد عن مدى توافق الإماراتية للسعود دول كبرى طبعا في توافق لم ينفي الإمارات ولم تنفي المملكة العربية السعودية أن مظلة الشرعية هي قائمة إلا أن يكون صدور بيان معين من الحكومتين ولكن في ظل هذه الأوضاع هم ملتفين مع الوضع اليمني في الشمال وكذلك في الجنوب إلا أن خروج قطار الجنوب عن مساره الصحيح قد ولد هذه الزوبعات وقد ولد هذه الحرب الداخلية أيضا في اليمن الجنوبي تخمد نار وترتفع نار أخرى في الشطر الجنوبي ولكن هناك محاولات إخفاء لهذا التوافق سيد بهد المكرار وهناك محاولات للتمويه على هذا التوافق السعودي إذا كان الإمارات أيضا إذا كان الإمارات أطمع في موانع وثروات اليمن ما هي مصلحة السعودية في ذلك؟ أين البند السابع؟ أين البند السابع؟ أين البند السابع؟ الذي يجب أن يطبق على من يخالف نصوص السلام والمحادثات السلمية الأمم المتحدة لديها المابدة السابعة في ميثاق الأمم المتحدة بالتدخل في القوة من قبل مجلس الأمن لإجبار الطرف المتمرد على السيادة اليمن وشرعيته وبالتالي وقف هذا النزيف الذي كل يوم يزداد عنفا ويزداد شرارة في اتجاهات مختلفة في اليمن هناك توافق ولكن لم يصطر أي بيان إلا إذا صدر بيان من الإمارات بأنها في حل عن هذا التحالف في تلك اللحظة نقول أنه قد خرج من خرج من هذا التحالف ولكن لا يزال يعني الدول المجاورة لليمن تريد المحافظة على سيادتها أيضا كما هو اليمن يريد المحافظة على السيادة من قبل الدول المجاورة له سيد أحمد الصالح أريد أن أسألك عن تفسيرك لهذا التزامن بين التطورات اليومين الماضيين وبين وجود نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان في وصنطن الآن في الحقيقة أن كل هذه الأمور لا تخرج من السياق العام للقضية ومسارات الأحداث هناك مثل ما أعلن وسرب صحفيا هنا في الولايات المتحدة الأمريكية بأن السفير الأمريكي في اليمن يجري مفاوضات مع الحوثيين في عمان ومن ثم أتى سمو الأمير خالد بن سلمان قبل أيام إلى هنا في واشنطن والتقى بالأمس وزير الخارجية واليوم التقى وزير الدفاع الحديث كان كل مجمل حديثهم حول الشأن اليمني العالم مهتم في مكافحة الإرهاب ولا يهتم في عادة الشرعية في الأساس يعني مكافحة الإرهاب هي الأولوية الأولى لأن الشرعية تستطيع أن تخلق شرعية ومئة شرعية لكن إذا سيطر الإرهاب على هذه المنطقة من العالم وعلى خطوط المراحة الدولية وعلى الموانئ وعلى كل هذه الأمور بعد مشكلة مضيق هرمز فالعالم سيدخل فيه مشكلة وبالتالي مشكلة الشرعية صغيرة جدا أمام مشكلة مكافحة الإرهاب التي تعمل على ذلك دول التحالف بالشراكة مع قوات الجنوبية المسلحة البقية تحالفا فعلا هل هذه التثمية فعلا يمكن أن تكون مناسبة الآن أم أنه ربما تحول إلى تخالف بحسب النحط اللغوي بالحقيقة الذي اقتفزه هنا من أحد أصحاب الرأي على موقع تويتر على الإطلاق أنا أظن بأنه أصبح تحالف ونص كمان لأنه حاليا أصبحت الصورة أكثر وضوحا بأنه ما يسمى بالشرعية هل السعودية متوافقة مع الإمارات لدعم الأخيرة لانفصال الجنوبيين في اليمن؟ لا أحد يتحدث على الانفصال حاليا في هذه المرحلة بما فيهم القوى الجنوبية التي تدعو لاستعادة الدولة الجنوبية الآن نتحدث عن شراكة سياسية حقيقية والعودة إلى مفاوضات الحوار وإنهاء المد الإيراني والحوثي لكن الحكومة الشرعية ترفض هذا الأمر رفضت الحوار لا تريد ذهبت تفاوض الحوثي في كل مكان ورفضت تفاوض الجنوبي الذين يسيطرون على الأرض وبالتالي دول التحالف ليست مثل ما قال بوتين يعني رجل إطفاء أو مركز شرطة كل ما حصلت مشكلة استدعوها الشرعية نفسها رخوة وهلامية وضعيفة وبالتالي لا تملك شيء ما هي إمكانيات هذه الشرعية؟ أثبتت كل الوقائع والتجارة في خمس سنوات مضت بأنها لا تمتلك أي شيء لا حاضنة ولا قبول شعبي ولولا أن السعودية تحاول أن تحافظ عليها في الحد الأدنى منها لسقطت منذ سنوات طويلة فبالتالي الأمر بسيط جدا تنسحب هذه القوات التي دخلت من مأرب ومن المناطق الشمالية تعود إلى مناطقها وثقناتها ثم العودة إلى حوار جدة دون شروط وبسقف مفتوح ومن ثم نستطيع إعادة شرعنة هذه ما تسمى الشرعية مرة أخرى وصياغتها بالشكل الصحيح الذي يتناسب مع مخرجات الحرب مع الواقع والعودة لحربنا ضد ميليشيات إيران والحوثي والوقوف بيد من حديد ضد الميليشيات المتطرفة والإرهابية سيد مختار الرحبي كما سمعت أنتم رفضتم الحوار أكثر من ذلك وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ونائب وزير الدفاع السعودي خلق بن سلمان أعلن أن الحوار هو السبيل الوحيد للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه إلى أي حد تعتقد أن هذا الموقف فعلا موقف جدي ويمكن فعلا تنفيذه على الأرض سيدة الأزيزة كيف لنا أن نتحاور وهم يقتلون مراكز الدولة كيف لنا أن نذهب للحوار معهم وهم حتى هذه اللحظة يرفضوا تسليم المعسكرات وتسليم المناطق كيف لنا أن نذهب إلى حوار وكان بيانة التحالف العربي الذي صدر في وقت سابق يشترض أن تقوم الميليشيات المعتلة الإنقلابية بالانسحاب وتسليم كافة المناطق للدولة بالتالي عن أي حوار نذهب إلى إليه نذهب وهو بيده الدبابة نذهب وهو بيده المدرنة الإماراتية ليقتلني والتي قتلنا بها هذا كلام هراء وهذا لا يمكن القبول به والحكومة ترفض هذا الحوار الذي يريد أن يشرعن لهذه الميليشيات المناطقية العنطرية نحن نقول سنذهب للحوار في حال تم تسليم كافة المناطق وكافة المؤسسات التي احتلوها وإذا تم تسليم الأسلحة الثقيلة التي هي بيد هذه الميليشيات فنذهب للحوار ليس لدينا مشكلة من الحوار فقامة رئيس الجمهورية هو رجل الحوار وهو الذي دعا أكثر لمرة للحوار ورئيس الجمهورية هو جنوبي لم يقبلوا به وهو جنوبي أكثر المسؤولين اليوم في الدولة وفي الحكومة اليمني هم جنوبيون اليوم من يقاتل في مدينة عدن هم ألوية رئاسية جنوبية من قاتلهم في شبوهم جنوبيون يريدون أن يصوروا المعركة أنها معركة بين الشمال والجنوب وهذا غير صحيح وغير دقيق من يقاتل اليوم هم الجنوبيون ماذا عن سياقات أخرى ممكن أن تحصل سيد الرحبي وهنا وجه سؤال لسيد فهد المقراد ماذا سيكون في وسع هذه أن يفعل لو تيقن فعلا من التواطؤ السعودي مع الإمارات في مشاريع تقسيم اليمن والسيطرة على الجنوب أولا نحن نأسف على القتال الجنوبي جنوبي أو الشمالي الشمالي أو حتى الشمالي جنوبي اليمن الموحد العزيز المقتدر الدولة القومية العربية التي حضوا في الجامعة العربية لا نقبل تدخلات من خارج الأقطار العربية لا نقبل خارج الجامعة العربية يجب أن يكون هناك ميثاق عربي نعم هو يستطيع أن يفعل من خلال مخاطبة المنظمة الدولية بتطبيق البند السابع في فرض من لا يحترم الهدنة أو لا يحترم سيادة اليمن بتطبيق الضربة الجوية الأممية التي تحس عليها بنود مجلس الأمن وخصوصا البند السابع أن من يرفض الانصياع لسيادة الدولة يجب أن يجبر وبالتالي تستخدم القوة المقتدرة من قبل المنظمة الدولية من خلال أعضاء مجلس الأمن ومن ثم استخدام القوة الإلزامية الضرورية لإيقاف هذا النزيف اليمني بدون تطبيق البند السابع لا يمكن أن ترجع اليمن كما كانت شكرا جزيلا لك فهد المقراد أستاذ العلاقات الدولية من الكويت وشكر لأحمد صالح مدير مركز عدن للدراسات والعلاقات الدولية من نيويورك وشكرا لمختار الرحبي وكيل وزير الإعلام اليمني وشكر موصول لكم مشاهدين على المتابعة تحية طيبة وإلى اللقاء